السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في مطبخ ام البناة النهاردة هنعمل مع بعض الكيك العادي الكيك بتاعت كل يوم كيكة البرتقان في واحدة طلبة مني ان انا عملت الكيكة البرتقان ونزل لها الطريقة لانها دايما بتعملها وبتبوز منها ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن كل اسرار نجاح الكيك معاك عشان يطلع مظبوط ويطلع بالجمال ده وبالارتفاع الشهج ده اه وكمان ايه اسباب فشل الكيك واسباب غمقان لونه لان الناس كتير جدا بتشتكي ان الكيك بيطلع لونه غامق ومش فاتح وبيهبط منها في الفرن اه وان شاء الله هسيب لكم ملاحظات في اخر الفيديو اه عن اسباب نجاح الكيك واسباب فشله وايه اللي بيخلي الكيك يبقى غامق وما بيقاش هش معاك اه وهنكلم عن كل المقونات بتاعته وايه اللي كويس فيها وايه اللي مش كويس تابعيني الاخر الفيديو ويلا نبدأ في الوصف بتاعتنا على طول ونقول المقادير بالطريقة بتاعتنا بس ما تبخلوش بقى علي باللايك والشير علشان نعمل الكيك الجميل ده هنحتاج اربع بيضات بدرجة حارة المطبخ خلينا متفقين مع بعض ان عشان تعملي كيك ناجح وماهبطش منك في الفرن ان لازم تكون كل المقونات بتاعتك بدرجة حارة المطبخ يعني مينفعش تطلع المقونات من التلاجة وتشتغل بيها على طول هضيف عليهم زرفين اتنين من الفانيليا لو عندك فانيليا سايلة تقدر يطيفي معلقة صغيرة بالمضرب السلك هقلب تقليبة خفيفة كده ان شاء الله هسيب لكم المقونات تحت الفيديو في صندوق الوصف زي ما تعودنا مع بعض بعد ما ضربت البيض هنزل عليه بكباتين اتنين لربع من السكر الناعم لو انت حب سكرها مصبوط يبقى كباتين لربع لو حبها اكتر من كده شوية تضيفي كباتين اتنين من السكر الناعم وده تاني سبب من اسباب نجاح الكيك وانه يكون لونه فاتح معاكي السكر لازم تستخدمي سكر ناعمي يعني ما ينفعش تستخدمي سكر التموين هيبوز معاكي الوصفة هيكون مخرص جوع الكيك هقلب كويس بالمضرب السلك تقدري طبعا تعملي الكيك من الاول خالص في الخلاط بس هي مش مستهلة يعني هنزل عليه بكباتين من الزيت ويفضل طبعا يكون الزيت بتاعك نوع كويس ما يكونش زيت تموين برضو لان روحت هدبان في الكيك وكمان هيغمق الكيك بتاعك انا باستخدم زيت كيرستيل عباد الشمس هقلب كويس هنزل عليه بكباتين من الحليب ونقلب المقادير اللي انا بعملها دي هتعمل معايا صانية مقاس 30 يعني صانية جامبو كبيرة جدا هتكفي العيلة كلها انا ضفت معلقة من الخل على الخليط بتاع البيت بس الحقيقة نستصورها هركن بقى الخليط ده على جنب على محضر المكونات الجفة انا معايا تلق كوبات ونص من دي متعدد الاستخدامات وعليهم معلقة من البيكينج باودر او كيس بيكينج باودر تاجي الملوك ببقى 16 جرام هقلب بقى دي والبيكينج باودر مع بعضه طبعا انا اقولت لكم ان انا ضفت معلقة من الخل الخل بيخلي الكيك هش جدا يا جماعة وكمان بيفتح اللون بتاعه هاخد المكونات الجفة اللي انا عملتها دي وقلبتها مع بعضها هنزل بيها على خليط البيت وابدأ اقلب كويس جدا لحد ما يمتزج تماما وما يبقاش فيه اي بواقل دي ما امتزجتش لازم تقلبيه كويس جدا ايبقى الخليط بتاعك ناعم جدا وانسيابي هجيب نص كوباية من المياه دلوقتي وعليها كيس الفروتي بتاعي هنزل بالفروتي على الخليط اللي احنا عملناه وابدأ اقلب كويس هتلاحظ ان الخليط في الاول كانت قيل وبدأ يخف شوية مع اضافة الفروتي والمية تقدر بي كويس جدا بالمضرب السلك تقدري طبعا تعملي الكيك من الاول خلص في الخلاط بس هي مش مستهلة عادي المضرب السلك شغال وده القوام بتاع الكيك المزبوط لازم يكون القوام بالشكل ده تقدري تعملي اي حرف عليه يفضل سابت ثانية يعني يزبط ديئة كده وبعدين يبدأ يروح القوام بتاعي ما بيكونش تقيل اوي ولا خفيف اوي ده افضل قوام للكيك بتاعي علشان يطلع معك هاش ومرتفع ومزبوط جدا المقادير دي بجد مزبوطة مية في المية وكمان هتعملك صانية كبيرة زي ما انا قلتلكم دي الصانية بتاعتي دي مقاس 30 اكبر صانية في الطاقم بتاع الدهان صواني الالمونيوم اللي هي الثلاثة فوق بعده دول دي اكبر صانية فيهم تقدري تعمليه في قارب مستطيل انا دهنته بالزيت كده وبطنته بالدقيق علشان بس الكيك ما يلزقشي هصب الخليط بتاعي في قلب الصانية اللي انا جاهزتها وانا كنت مسخنة الفرن قبل ما ابدأ خالص في الكيك على درجة حرارة 180 من تحت على 180 ومن فوق مهدية النار خالص لو انت الفرن بتاعي حرارته عالية قوي هتولع من تحت بس ومش هتولع من فوق تمام ده قوم الخليط بتاعي زي ما انتو شايفين هدخل الكيك بتاعي في الفرن اللي انا مجاهزها قبل كده في الرف الوسطاني هسيبه اول عشر دقائق على النار العالية اللي انا عملتها وبعد العشر دقائق الاولين هوط النار شوية واسيبه المدة نص ساعة لحد ما يكمل التسوية بتاعته تماما وبعد نص ساعة ديت هفتح الفرن واطلع الكيك بتاعي اختبره من خلال الاسنان لو لقيته استوى خلاص يبقى تمام هطف النار عليه ولو لقيته لسه مستويش هسيبه كمان عشر دقائق بس ان شاء الله يكون استوى وبقى تمام يعني بعد المدة دي ما تفتحيش الكيك على الفرن على الكيك خالص اه قبل ما يكمل التسوية بتاعته وبعد ما اطلعيت سيبه يبرد تماما وبعد كده تدقى تقطعيه وده شكل الكيك بتاعي بعد ما استوى هش جدا ومرتفع ما شاء الله بجد حاجة تحفة اه وكمان يعني وشه من فوق بيلزق يعني زي ما احنا بنحب الكيك بالضبط تعالوا بعد الوقتي نتكلم عن اسباب نجاح الكيك بتاعي واسباب فشل الكيك هنبدأ اول حاجة باسباب نجاح الكيك اول حاجة نوع دي يكون كويس ونوع الباكينج باودر يكون كويس اه الزيت اللي هتستخدميه يكون زيت نوع نظيف ما ينفعش تستخدمي زيت التموين اه السكر اللي هتستخدميه يكون سكر ناعم ما يكونش سكر خشن اه اخر حاجة الفانيلا اللي هتستخدميها برضو تكون مناسبة اه مع علاقة الخل يعني مع علاقة الخل دي جميلة جدا في الكيك اه بتساعد ان الكيك يكون هش وكمان بتفتح اللون بتاعه دي الأسباب لنجاح الكيك بتاعك بالأضافة للفرن إنه لازم يكون الفرن يكون متسخن كويس جدا قبل ما تحط الكيك في الفرن وما يكونش درجة حرارته عالية يرفع الكيك مرة واحدة وبعدين يقوم مهبطه تاني والمكونات بتاعتك لازم تكون خارجة من التلاجة قبل ما تبدأ الكيك بوقت كويس يعني تكون المكونات بدرجة حرارته المطبخ ماينفعش تكون طالعة من التلاجة وتشتغل بيها ويها سقعة هنتكلم دلوقتي بقى عن أسباب فاشل كيك أول سبب من أسباب فاشل كيك الباكينج باودر لو كان الباكينج باودر بتاعك مش كويس الفكيك بتاعك مش هيزبط وهيرتفع من جزء ومش هيرتفع من الجزء التاني النوع دي بتاعك يكون هناك كويس الزيت اللي هتستخدمي يكون زيت كويس ماينفعش تستخدمي الزيت التموين وزي ما قلنا قبل كده السكر برضو السكر التموين بيغمع لون الكيك جدا لو استخدمتي البرتقان العادي اللي هو بسرعة برضو ساعات بيغمق لون الكيك فالافضل انك تستخدمي بداله الفروتي بودرة البرتقان بتخلي اللون بتاعه حلوة قوي كمان الفرن بتاعك لو الفرن بتاعك مش مزبوط حاول الزباط الحرر بتاعته على انها تكون متوسطة ما تكونش عالية قوي وما تكونش منخفضة قوي واخر حاجة زي ما قلتلكو هي درجة حرر بتاعت الفرن وكمان ما ينفعش تفتح الفرن بتاعك على الكيك قبل ما يعادي عليه نص ساعة علشان مهبطش منك اتمنى اكون قفلتكم بخبراتي البسيطة في الفيديو بتاع النهاردة واكون قدمتلكو كيك حلوة يعجبكم استنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة مبخ ام البنات الاميرة بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة